النهاردة عيد ميلاد زعيم جمهورية البهجة والضحك في العالم العربي كله 84 شمعة في حياته ومسيرة الفنان الكبير الأسطورة عاد الإمام اللي حافظ على فنه ومكانته ونجاحه لسنين كتيرة جداً موهبة استثنائية بكل المقيس من أول عمل قدمه مصرحية أنا وهو وهي ودوره الصغير دسوء فندي سنة 1964 لحد دلوقتي يبقى عاد الإمام هو المتربع على عرش النجومية لأكتر من نصف قرن في موهبة استثنائية قليل جداً لما نشوف فنانين في تاريخ الفن استطاعوا أن هم يحفظوا على نجاحهم وبقاءهم في القمة طول الفترة دي لما نيجي نقول فنان لما كان استثنائية في قلوب الملايين في العالم العربي دايماً نقول عاد الإمام كل سنة والأستاذ عاد الإمام بمتعنا بفنه وأعماله الغنية المتنوعة اللي عايشه جوانا كلنا جمهوره في العالم العربي كله أعتقد في الحقيقة هو ظاهرة فنية صعب أن احنا نلاقي منها تاني وصعب أن هي تتكرر ده موجود عند كل الأجيال كبار وصغيرين ما ينفعش ما يكونونش بيتحكوا على إفهات عاد الإمام عندنا كده تعبير شعبي جميل باللغة المصرية العامية الجميلة يقولك ده عامل زي القطر المجري عاد الإمام رحلته مع الفن زي القطر المجري محطات سريعة ونكحة كلها تقلق وكلها تأثير على الناس والجمهور عاد الإمام لما نتكلم عنه أو بس يذكر اسم عاد الإمام الزعيم هيذكر أمامه نصف قرن من الإبداع والتميز طول الفترة دي عاد الإمام كان مرتبط بكل معاني السعادة بكل معاني البهجة والفرح والانحياز للوطن والانحياز كمان لهموم الناس عبقرية عاد الإمام أنه استطاع أن يجسد هموم الناس والمواطن المصري في أفلامه وأعماله سواء في الدراما أو في التلفزيون أو المسرح أو السينما دايما كان بيحاول ينقل نبض الناس من خلال أعماله الفنية في السينما عايزين نقول لحضراتكم أنه كلنا يعني عاد الإمام أفلامه وإفهاته ومصرحياته كلنا حفظانها لغاية دلوقتي من مننا ينسى إفهاته الكتيرة في مدرسة المشاغبين في المصرح طبعا في السينما أفلام زي كراكون في الشارع حب في الزنزانة المنسي الإرهاب والكباب اللعبة مع الكبار أفلام كتيرة جدا لسه عايشة في وجدان كل المصرين وحتعيش كمان سنين كتير قدام هي دي عبقرية عاد الإمام قدرته على اختيار الأعمال اللي بتصل للجمهور بشكل مباشر من القلب للقلب لما نيجي نتكلم عن الفنان دايما بنقول أن الفن جزء لا يتجزأ من نبض الشارع لما بنيجي نقول الفنان الشامل وأن الفن قد إيه بيبقى دايما له رسالة بنقول أنه قد إيه بيعكس ألام المواطن وكمان احتياجات المواطن أستاذ عاد الإمام مش بس قيمة فنية كبيرة وكمان قيمة وطنية حاسس بالمصريين وكان دايما عنده مواقف دايما مع البلد ما ينفعش طبعا ننسى سنة 88 لما عمل زيارة تاريخية بقى في محافظة أسيوت وعرض مسرحية الواد سيد الشغال وقتها ده كان تحدي كبير للجماعات الإرهابية بعدها يمكن قدم مجموعة من الأعمال اللي بتفضح الجماعات المتطرفة دي وطبعا فيلم الإرهابي فيلم طيور الزلام وغيرها وغيرها كل دي أفلام كانت بتتكلم عن الأضايا المجتمعية والأضايا اليومية اللي كل واحد كان حاسسها في الوقت ده احنا النهاردة في صباح الخير هنحتفي بمعيد ميلاد الزعيم عاد الإمام وحيكون معانا فقرات وتقارير عن رصيده الفني وتأثيره الإبداعي وكمان مواقفه الوطنية وكمان سؤالنا النهاردة احكولنا عن أكتر جملة بيقولها عاد الإمام بتضحككم أو أكتر إفه انت فكروا للزعيم عاد الإمام فهات كتير جدا لعاد الإمام طبعا عمرنا ما ننساها وعمر المصريين ننسوها طبعا بداية من مدرسة المشاغبين العام اللي احنا بقى نفضل كل سنة نتفرج عليه تعتبر كده بهجة العيد دايما العيد مرتبط ان احنا نتفرج على مصرحية مدرسة المشاغبين إفهات طبعا كتيرة جدا في أفلامه الإفه الشهير مش عارف انا افتكرته دلوقتي انا وانسا منه قبل الهواء على طول فيلم السفارة في العمارة لما كان بيقول مش انا عاد ميلادي النهاردة وهو بيتكلم مع الفنانة داليا البحري النهاردة عاد بلاد عاد الإمام 84 شمعة حياة مستمرة بنقوله كل سنة وانت طيب وانت زعيم وانت قادر انك تؤثر على الناس حيبقى فنه عايش في وجدان كل المصريين النهاردة هنحتفي بالقيمة والقامة الكبيرة جدا في حياتنا الزعيم عادتنا النهاردة مستنيينكم تقولولنا ردكم على سؤالنا التفاعلي النهاردة على صفحتنا على فيسبوك اللي بنسأل فيها ايه الافه اللي انت فاكروا للزعيم عاد الإمام جمعتكم مبركة صباح الخير عليكم وصباح الخير يوم مصر